أهلا بنا عزيزان من قناة أحب الرسول في كبير المسلوع وعدنا يوم مع شخصية جديدة واحدة عزيزة شخصية عدد من هيسن عدد قريب في ثوب الجنون أحسى فلسفة جمالية القدماء وعلماؤها في علم التصوير لم تكن بخصوهم كأولاقية أو عميل فهدى الأقليلس بخصوصه إلى أن العين يتفتح بسوك الجسم الشفاف المتوسط بينها وضينا نبصرات الشعاعين بأثنين وأن الأشياء التي يقع عليها هذا الشعاع تبصر وأن الأشياء التي تبصر من جاوية كبيرة وكبيرة ولتي تبصر من جاوية جن صغيرة فراسة وظلت البحوث في علم الضوء تضوء في هذا الزنك دون تقدم أو نقود حتى جاء ابن هيسن فصحح هذه الأخطاء وخطأ بعلم الضوء لفطوات الواسعة بلغ فيه ما لم يبلغهم قد ولم يتجاوزهم بعده إلا بعد مضيق قروعة وعلى الرغم إن كانت ابن هيسن فبصورتهم كان مفتكرة في علم الضوء وقد ظل مغمورا لا يعرفه كثيرا من الناس ولولا أن خير الله له من يتبع جهوده ويجي آثاره لا بقي في مجال المسيحة وكان العالم العربي مصطفى نظيف واحدا من هؤلاء قد قتب أنه دراسة رائدة من شرطها جامعة القاهرة في مغلدين بذل فيها جخدا مضميا في قراءة مقطوطات ابن هيسن ومئات المراجع حتى خلص إلى حقيقة صادقة بأن ابن هيسن هو واضع أسس علم ضوء بمعنى الحديث المولد والنشر في الوصفة كان المولد أبي علي الحسن ابن هيسن سنة 354 هجرية 965 هجرية وفيها نشأ وتعلم ولا يعرف شيء عن مشأدي الأولى سرعة في فطة مجدهرة ظهر فيها أساطير العلم في التلسفة والطد والإمية والرياضيات والفرق فجذبته هذه العلوم فأقبل عليها بهلمة للا تعرف الكلام وعزيمة لا ترك إليها وهن فقرأ ما وقع تحت يديه من قدر المتقدمين والمتأسين ولم يتفق الإطراء عليها والكراءة إليها وإنما عنيب تلخيصها وضع مذكرات ورسائل في وضعات تلك العلوم وظل مشتغل من جاهز العلوم وبالتصنيف فيها فترة طويلة حتى باعت شغلته وسمع ذا الخليفة الفطري الحاكم بعمل الله فتاخت نسوء إلى الاستعانة جزء وذال من ربدي ما نمى إليه ما يقوله ابن عيسن لو كنت في مصر لعملت فيني لها عملا تحتربي النفع في كل حالة من حالات من ديار الأولو وكان ابن الهيثم في هذه الفترة قد تجارل السبتين من عمر شهراء في العالم الإسلامي لأكلاره عالم في الهندسة له فيها آراء واتفهادات ابن الهيثم في القهراء فغب الحاكم إلى ابن الهيثم القدورة إلى مصر الاستقارة فلما وصل أقرأه وطرد له تلتيج ما قلبه ففعب الحسن إلى أصوات ومعه جماعة من الصنواء المختلفين في أعنى البريد ليستعين بهم على تنفيذ فكرة التي خطرتنا غير أنه نمى عين الموقع الذي اختاره لتنفيذ مشروعه وجده لا يزقق مع راقب وأن تنفيذه يكاد يكونه لناء جسمنا على الجنين في ذلك الوقت كفوق إمكانات عصره وفوق طواقة رجاله فعاد الحسن ابن الهيثم خجرا إلى القهراء واعتذر خليفة الحاكم فتظاهر بالقبول عذرة والله بعضا بالوبيل فتولاها ابن الهيثم رهبة لا رغبة ولو أنصف الحاكم جعله في ظنرة من جمعهم من العلماء في دار الحكمة ولا صرفه عن الوبيل كما كان لمثله أن يصلح لهذا العمل هو الذي اعتاد حياته البحث والدراث غير أن توليه هذا الرنصب لن نقول أن يجعله فيه من منا ذوات الحاكم الفاش وهو متقلب المزاج سريع البطش والأقاب وخشب من الهيثم من هذه التقلبات وفي الوقت نفسه لم يكن قادم على التخلي عن عمله والانسحاب منه خوفا من غدر الحاكم دان لله فلم يجد وسيلة للتخلص مما فيه إلا ادعاء الهنون وإظهار البله والعته فلما بلع الحاكم ذلك عزله وعن منصره وصادر أمواله وأمر بحبسه في منزله وجعل عليه من يخدمه وظل العالم النادع على هذه الحالة التعسى حتى تنفي الحاكم دان لله فعال إلى الظهور والاشتغال بالعلم واستوطن دارا بالقرب المنزان الأزهر وعقاب بالقاهرة مشتغلا بالعلم والتصنيف ونسف الكتب القديمة حتى تنفيها سابة 130 هجرية نشاط ابن هيسم العلمي وفشها فاته كان ابن هيسم غزيل التعليم متدفق الإنتاج في شتى أنواع المعلم فطرق الفلسفة والممطق والطب والفلك والبصريات والرغيات مستحذفا أنماطا جديدا من الفكر العلمية وقد بلغ عدد مؤلفاتي مئتين مؤلف بالإضافة إلى رسائل التكنية والمقالات ويتعجب المرء ليبتسع في الحياة لرجل ليؤلف فيها كل هذه الكتر متنوعة في فوق المختلفة الناس مع ما فيها من الدقة وغزاة العلم والتجديد والانتقاح لكن له فضل الله بيتميزات وقد ألف ابن هيسم في البصريات ما يقرب من أربعة وعشرين موضوعا ما بين كتاب ورسامة ومقال غير أن أكثر هذه الكتب قد فقد فيما فقد من طراتنا الكلمة وما بقي منها فقد ضمتهم الكبات إسطنبول ونظر غيرهما وقد سلمنا الضياع كتابه العظيم المناظر الذي احتوى على نظريات مبتكرة في علم الضب وظل المنجوع الرئيسي لهذا العلم حتى القرن السابع عشر ميلادي ما على ترجمته إلى اللاتين والحسن ابن هيسم هو أول من بيان خطأ نظرية وغيره في أن شعاع الضوء يمدعث من العين ويقع على المبصر وقرر عكس هذه النظرية في أن دعاء شعاع الضوء يخرب من الشيء من المبصر ويقع على العين وستدل بالتجربة والمشاهدة على امتداد شعاع الضوء يكون على خط المستقيم وعرف ابن هيسم الأجسام الشفاف وهي التي ينفذ منها الضوء ويدرك البصر ما وراءها كالهواء والماء وبيّن أن الضوء إذا نفذ من وسط شفاف إلى آقل شفاف إن عطف عن استقامة وبحث في انتصار الأشعة الضوءية عند نفاذها عند نفاذها في الهواء المخيم في القرة الأرضية وبيّن أن كثافة الهواء في الطبقات السفلة أكبر من الطبقات الأوليو وأن الهواء لن يمتد من غير نهاية وإنما ينتهي عند ارتفاع معين فإذا مرّ شعاع الضوء خلال هذه الطبقات الهواءية المختلفة الكثافة فإنه ينكسر رويض رويضا وإنحنه تجنيجيا وتبطل على ذلك أن النجمة أو التوكب الذي ترفقه العين يظهر في موضع أقرب من موضعي الحقيقي وأشعر إلى الخطأ الذي ينشأ عن ذلك بالرغة إلى وجوب تصحيح وشرح الحسن المنهيس الكثير في دوت الرؤية وبين في ذلك تركيب العين وما يؤديه كل جزء من أجزائها من الأحد قد عز حدوث الرؤية إلى تكوّن صور المرئيات على ما نسميه الآن شبكية العين وانتقال التأثير الحاصل بوسطة العصر بطريق وعلّل رؤية الشيء واحدا على الرغم من النظر أيدي العينين الاسمتين بوقوع الصورتين على جزئين تماثلين من الشبكين وعالج موضوع العدسات وقوة تكليلها ويعد ما كتبه في هذا النظر ومهيدا لاستخدام العلسات الإصلاح ويحب العين وكان لهذه الجهود أثرها في تقدم ورقية المنظر وليل تقدير العلماء فوصفه جورج ساتون وهو من كبار مؤرخ العلم بقوله هو أعظم عالم في إزيئي المسلم وأحد كبار العلماء الذين بحثوا في البصريات في جميع العصور وقد ترجمت بحوثه البصريات للاتينية والإفارة فأفاد الكبلر واعتمد عليها في بحوثه وقلاصة القول أن ابن الهيثم جعل علم الضوء يتكفل صدقة جديدة وينشع نشأة أخرى غير نشأته الأولى حتى أضبح أثره في علم الضوء يشبه تأثير ميوتن العام في علم المكانين فكانت المعلومات في علم الضوء قبل ابن الهيثم تفرقها لا يربطها رابط فإعاد البحث فيها من جديد واتجه في بحثه إلى وجهات لم يسبقه إليها أحد المقبل فأصلح الأخطاء وأتم النقصة واتقر المستحرس من البحوث وأضاف الجديد من الحصول وستطاع أن يؤلف من ذلك كله وحية المقربة وأقام الأساس الذي بنى عليه صرف علما طوال وإلى جانب ذلك الجانب له مساهمة سفنة نفسه وله فيها ثمانية وخمسون مؤلفة فضم آراءه وبرهينه المكتقرة بمسائل تواثرت عن أفليلس وأرشينيس بدون برهان أو في حاجة إلى شرح وإحجاج ويوجد في مشكلات العالم في القاهرة ولندن وباريس وإستنبول أكثر من 21 قوطة من المقبل في هذا التقرص وفي الحساب والجر والمقابلة ألف ما لا يقل عن عشر لا يوجد منها سوى مخطوطات قليلة في مشكلة عاصمة تركيا منها حساب المعاملات واستخدام مسألة عددية وفي الفلك أبدع ابن الهيسم وأسهم فيه فاعلية حتى أطلق عليه بطل موس الثاني وأن يصل لا من تراث ابن الهيسم في فلكيات إلا نحو 17 مقارب من 24 تأليفة تحدثت فيها عن أبعاد الأجراب السموية وأحجامها وقيفية رؤيتها وغير ذلك ولو في الطب الكتابان أحدهما في تقويب الصناعة القبولي ضمنوا قلاصة 30 كتاباً قراءها لجال النيوس والآخر مقالة في الرد على بن فرج عبد الله ابن الطيب لإبطال رأيه الذي يخالف فيه رأي جال النيوس وله أيضاً رسالة في تشريح العيني وفي الفيات الإبصار انتقال أعمال ابن الهيسم إلى أوروبا وقد عانيها كمال الدين الفلسيين من حونس ابن الهيسم من البصريات ودرساها دراسة نغطية وألف في ذلك كتابها المعروف تنقيح المناظر لذوي الإبصار والبغار وعن طريق هذا الكتاب عرفت أوروبا الكثير على ابن الهيسم وأعماله وجهوده في علم الضوء حيث نشر هذا الكتاب نشر هذا الكتاب مترجماً في مدينة دبال بسيبوسة 950 هدرية 1572 وإن كان قد سأت نشره قبل اختباع الطباعة من قبل جيرار دي في المونة أشهر مترجمين في إسبانيا قبل اختراعه قبل اختراع الطباعة من قبل جيرار دي في المونة أشهر مترجمين في إسبانيا الذي تم بإنشاء أطفل من مجموعة الثلاثية سنة 676 سنة 77 عن العلماء العرب وهذه الكتب استفادت منها إسبانيا والبرتغال في رحلاتهما البحرية في المتطر أقوم فضل الأزياج الثلاثية والجداول الثلاثية والمعلمات الرياضية التي خلتها العلماء العرب وعن طريق هذه الترجمات لأعمال الدين هيسم تأثر روجر بيكون وجون بيكام وفيتلو من حصيهم كتاب جون بيكام وفيتلو منظور ليس إلا اختلاسا ما قصا من كتاب جن هيسم البصرية أما كتاب كتلو الذي ألفه 1639 هجية مأخوز في قسم كبير منه عن جن هيسم ولا تجاوز النتائج التي وصلتها رحم الله إبامنا العالم الجميل ابن الحياة